نظم المركز القليمي للسلام أعمال ورشة تدريبية لصالح المعنيين بالأسلحة ومراقبتها بحضور ممثل من وزارة الخارجية والأمن العام والهجرة وممثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة أدم حنفي خازن خاصة توضع فيها تلك الأسلحة دون استعمالها فوضويا وذلك من أجل استدباب الأمن بالمنطقة وسلامة المجتمع لذا نظم المركز الإقليمي للسلام وجمع الأسلحة النارية لكائن بلومي عاصمة دولة توغو هذه ورشة التدريبية وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة الورشة يشارك فيها بعض من الطبقات العسكرية والمدنية والاستخباراتية المنصق العسكري بوزارة الخارجية ممثل للوزير تحدث عن أهمية الورشة واصفا بأنها غغية للسلام عندنا في واحد يسمون في الأسلحة الخفيفة ونحن دارين نعرف كيف الأسلحة هذه يعني في الدقو ورمادة كيف تستعملوا الهواء والدقو يعني عملهم أمني ثم تانيا نكلمنا بالترافيق معناتها في الأسلحة في الساحل من جانبه مدير مكتب السلام وجمع الأسلحة التابعة لمركز السلام بشاد أشار في قوله بأن البلاد بحاجة ماسة إلى ضرورة تعزيز الأمن من كل الجوانب كثير من القول دون مشاكل داخلية في هذا لازم المسؤولين التشاديين يكون وعين في هذه المشكلة البنادك الخفيفة في هذا يعني نظمنا هذا العتيق لكي البنادك كله يكون في المقسن أنا حكوين ونعيد إلى الأزهان بأن هذه الورشة ستستمر لبدة ثلاثة أيام بقيادة خبراء مختصون في أهدافها انطلقت صباح اليوم فعليات أعمال اجتماع الفني للجنة للجنة قادة ورؤساء شرطة أفريقيا المركزية في دورتها السامنة وسط حضور عدد كبير من مسؤولي شرطة أفريقيا المركزية المناسبة رأسها المدير العام النائب للشرطة الوطنية حماة القانون في دول أفريقيا المركزية احتضنتهم العاصمة أنجمينة عبر هذا الاجتماع الفني الذي يطلق أعمال لجنة قادة ورؤساء شرطة أفريقيا المركزية التي أنشأت من أجل العمل على سقل التعاون بين دوائر شرطة المنطقة وتعزيز فعالياتها في مجال الوقاية والمكافحة ضد الجريمة العابرة للحدود ويتح الاجتماع الفني للجنة قادة ورؤساء شرطة أفريقيا المركزية هذا فرصة تقييم الأنشطة والإجراءات التي يتعين اتخاذها على حد قول الأمين الدائم للجنة قادة شرطة أفريقيا المركزية ومسؤول المكتب الإقليمي للأنتربول في أفريقيا المركزية كواميشيل الذي أفاد بأن هذا اللقاء سينظر في البنود الهامة على جدول الأعمال وخاصة مواجهة التحدي المتمثل في الإرهاب وقضايا الجريمة في إفريقيا المركزية لوضع استراتيجية ملائمة لإدماجها في الخطة الوطنية وأن هذا الأمر مطلوب لمواجهة الأشكال الجديدة للجريمة مذكرا بأن الخارجين عن القانون والجماعة الإرهابية بدأوا يحققون أهدافهم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لذلك يجب على أجهزتهم الأمنية أن تكون قادرة على التنبؤ والرد معا المدير العام النائب للشرطة الوطنية ونائب رئيس لجنة قادة ورؤساء شرطة أفريقيا المركزية سيراندي أونتيون في كلمته الافتتاحية أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على إتاحته لهم جميع الوسائل اللازمة لإنجاح هذا العمل مشيرا إلى أن مشاركة وحضور هذا الكم من مسؤولي الشرطة الإقليمية لهو خير دليل على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للشرطة الذي يرمز إلى تعزيز التعاون والعمل في مكافحة مختلف أشكال الجريمة مؤكدا وبأنه خلال أعمال الاجتماع سيتم التفاكر والنقاش وتبادل التجارب وتقييم الجريمة وتقديم التوصيات من أجل وضع خطط تساعد في سبل مكافحة الجريمة علما بأن لجنة قادة رؤساء شرطة أفريقيا المركزية ستستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر